انتو فاكرين انا نوة وشتا ورعد وبلق وتلج وبقينا اوروبا كده في نفسنا ان احنا مش هنخرج من البيت? لأ طبعا احنا ما حدش هتوقعنا. النهاردة بقوا في النوة بقى الحلوة دي هننزل وهنخرج وهوديكو شوارع اسكندرية كونيش اسكندرية في عز النوة وفي عز الشتا. ويلا بينا بس الاول نسام الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. ويلا بينا نبتدي الفيديو مع بعض. النهاردة عندي متابعة مع الدكتور. يعني مضطررين نخرب. آآ طبعا مش مضطررين يعني ان احنا بس خلاص يعني اسكندرانية اخدوا على ان مهما كان الجو فضيع فضيع فلازم ينزلوا. وهما كده كده يعني جو اسكندرية في الشتاق بيبقى حقيقي رائع. وعالفكرة على البحر بيبقى دافة جدا عالكورنيش. آه المهم احنا نزلنا دلوقتي راح المتابعة عند الدكتور. بس في الاول عايزين ندعي بقى لكل الطلبة والطالبات وولادنا كلهم بيمتحنوا في هذا الجو الفضيع. ربنا يا رب يوفقهم ويسترها معاهم. ويجوا بالف سلامة بدون اي نزلات برد. وربنا نستر لان مارين بردانا شوية. وبتمتحن ربنا يوفقها هي ومحمد وزميلهم وكل الطلبة يا رب. ويهدي حامزة بقى عشان عارف هكمل تسجيل صوت للفيديو. الجو ده آآ كمان المفروض نزود آآ للولاد ياخدوا بيتامين سي وبيتامينات وعشان كمان الكورونا كترت والمتحور الجديد وبنسمع كل يوم ناس جالها وربنا نستر يا رب والامتحنات دي خلاص بدون اي خسائر وبدون اي امراض آآ احنا يعني خلصانين اصلا مش نقصين الحمد لله. آآ دلوقتي انا في الطريق للدكتور وبعد ما اطلع من الدكتور هكمل لكم الجولة. انا بوريكم شوارع اسكندرية في الشتاء عاملة ازاي? طبعا ده في البلد يا جماعة شايفيني الشوارع عاملة ازاي الصرف هناك حلو جدا. فما بتبقاش غرقان. اما في العجمي بقى فبتبقى بحور 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 للاراضي. فيارتي يهتموا شوية بمنطقة العجمي زي ما هما مهتمين بشوارع البلد. ده كده انا طلعت من المستشفى وده دي اللي قدام المستشفى على طول. شايفيني الشوارع رغم انها تشتي من مبارح بالليل شتة فضيع. هي مبطلة كده بقى لها الساعة وشوية او ساعتين او حاجة. آآ فالشوارع هناك ما شاء الله يعني آآ على عكس العاجمي تماما. واجد ترامي زرقة جماعة. بتاعت اسكندرية والجول اسكندراني الجميل والتاكسي بتاعنا. الشارع اللي جاي يمين ده عند فندوق جويل. ده شارع سو سكوير. احنا صورنا فيه انا ويوميات شيرين. آآ يوميات شيري. آآ صورنا فيه جولة حلوة جدا. هي كانت جولة كاملة في الشتة اسكندرية. فطرنا وحلينا وتماتشينا وركبنا الاوتوبيس الاحمر السيفي. آآ حطوا لكم لينك بتاع الفيديو هيجيبكم بازن الله. دي الترامي الصفرة والمسجد اللي ورده. المسجد الققد ابراهيم الشهير. حموزي عايز بكمل تسجيل. اما اللي قدامنا دي آآ الكافيهات دي دي اصلا حذيكة الخالدين. شلوها وعملوها مجمع الكافيهات. آآ دهرها للترام. ووشها للبحر. احنا كده طالعين على البحر. شايفين الشوارع مش عشان فيه نوع. لا الناس عايشة ومتعايشة. وبتعمل روتين حياتها العادي. يعني خلاص يعني احنا عارفين الشيطة اسكندرية طول الوقت كده. ودي السامة مغيمة اهيها تشتي تاني. ودي الاوتوبيس اللي بقول لكم على اللي اللي ركبنانا وشيري. حطولكم لينك الفيديو. الفيديو ده حلو جدا. فطرنا في جليم بي وروحنا استلي وروحنا شرس وصورنا وركبنا الاوتوبيس ده. بس ده بتركب في السيف بس يا جماعة. يعني في الشتاء يعني هتتلقوا فيه. آآ كده احنا طلعنا على البحر. وهلف بقى كده احنا كده خلصنا يعني مشاورنا الدكتور وعملنا التحليل بتاعتنا وكل حاجة. المفروض مروحين بس قلت قبل ما روح بقى اعمل لكم جولة على البحر. ايو بحر. ووريكو الكورنيش بقى في اسكندرية عامل ازاي? وانتو هتفكروا ان الكورنيش هيبقى فاضي بقى لا لا. الناس عايشة عادي وبتتمشى. هما يعني في الحقيقة اكتر اللي بيتمشى هو اكتر على الكورنيش طلبة. لان آآ جنبنا مجمع الكليات. آآ انما الاسكندرانية بيتعايشوا في الشتاء اعتقد اكتر من السيف لان في السيف اسكندرية بتبقى زحمة جدا جدا جدا. الشتاء مبطل الحمد لله هو هيتبتدي تروخ تاني واحنا داخلنا على بيتنا فقلاص يعني. هتكمل بقى من المغرب كده لغاية الليل. تديها شتوية حلوة جدا. آآ انا بوريكو البيوت كده اللي هي على البحر دي اللي هي التراس بقى الاوروبي اليوناني. البيوت الاديمة دي طحفة. آآ وهنروح دلوقتي احنا كده في المنشية عشان جامعة سنجر اهي على الشمال. هنروح بقى على كورنيش بحري. وهنشوف من بعيد كده القلعة بقى بالمراكب في الجو الجميل ده. آآ كنت روحتها بكده عشان اعمل جولة في القلعة الكاية بالقتها فنفيها تجديدات. ان شاء الله بازن الله. ده هو حلو منكو بس بالشفاء التام كده والصحة ترجع اكتر يعني الحمد لله انا احسن بكتير بس يعني الدنيا تبقى احسن من كده وان شاء الله عصيف بقى ولا حاجة اعمل لكم جولة في قلعة كاية باية من جوة بازن الله. آآ شايفين كونيش وجملوا السماء بقى والغيوم واحنا راحين اتقلع من هناك اهي. وعلى فكرة الجو آآ طول ما احنا في العربية وفي الشارع الجو الجو هو طبعا لان احنا في نوع. انما لما بتنزلي وتقف على البحر البحر بيمتص الحرارة وبيدفي يعني بتحسي على البحر بيبقى الجو ادفا. مش بالعكس يعني بيبقى ادفا من ما تكوني مسلا في السيف. فبصوا شايفين بقى الجو. وعلى فكرة انا عاملة جولة في نفس المكان في بحري. آآ انما طبعا مش مش الجو مش الشتة كده. ونزلنا على البلوكات وتماشينا عليها. آآ حطوا لكم برضو اللينك. حطوا لكم اللينك بتاعها واللينك بتاع الجولة مع شيري. وآآ لينك قناة يوميات شيري حطوا لكم تقول لهم في مش عارشوا يدوس على المثالة العشمالة تحت الفيديو. وتحت الفيديو على طول. واحطوا لكم في التعليقات اللي اللي منعرش يوصل لديسكريبشن بوكس او صندوق الوصف. شايفين بقى منظر المراكب مع السمع مع الغيوم. آآ كان نفسي عملا اقول لها اشتي بقى اشتي. كان نفسي تشتي وانا واقفة كده ولا اعصرت صغالا يلف كده. اصورو لكم بس بحصلش نصيب. المهم اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش اللايك وشيري وسبسكرايب وتفعيل رمز الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.